زوج الميسور الحال أعطاه الله نعما كثيرة ومنها نعمة الزوجة الصالحة التي تتمتع بأخلاق عالية وتراقب الله في كل تصرفاتها وكذلك نعمة الأبناء ورغم ذلك كان قليل الشكر لربه لا يقيم الصلاة في أوقاتها بل أحيانا لا يصلي أسبوعا كاملا وفي أحد الأيام دخل على زوجته التي تعمل مديرة مدرسة ابتدائية وأخبرها أن خادمة أسيوية ستأتي من الغد لتساعدها في أعمال البيت ورغم اعتراض الزوجة وإخباره أنها تعرف كيف تنظم وقتها وتقوم بمسؤولياتها كاملة إلا أن الزوجة أصرب الداعيا أن هذا التصرف نابع من حبه لها ولأجل راحتها فوافقت الزوجة على مضض وبعد شهر واحد من قدوم الخادمة غير المسلمة لاحظت الزوجة أنها ترفع صوتها أمامها بطريقة غير لائقة وترفض تنفيذ طلباتها وعندما كانت تخبر زوجها بتصرفاتها التي تغيرت كثيرا خلال شهر واحد كان الزوج يدافع عن الخادمة بكل ما أوتي من قوة لم يهدأ بال الزوجة وكلفت شقيقها بمراقبة المنزل بعد أن يوصلها زوجها هي وأولادها إلى مدرستها فلاحظ الأخ أن الزوجة يعود للمنزل بعد العاشرة صباحا ويظل مع الخادمة بمفردهما وأخبر شقيقته بذلك تأكدت الزوجة بنفسها من صدق كلام شقيقها ولأنها زوجة صالحة تعرف قيمة المسؤولية ولا تريد هدم بيتها لم تخبر زوجها أنها اكتشفت خيانته ما العاملته بكل ود خاصة بعدما علمت منه أنه سيغادر البيت بعد ثلاثة أيام خارج المدينة في رحلة عمل ستدوم لأسبوعين واعتبرت هذه المدة كافية لتستعيد زوجها وتعيده إلى صوابه وإلى الصلاة وعمل كل ما باستطاعته لإرضاء الله عز وجل وبعد يوم واحد من مغادرة الزوج لبيته قامت الزوجة بترحيل الخادمة إلى بلادها وعندما عاد الزوج ولاحظ غياب الخادمة سأل عنها فأخبرته الزوجة أن الخادمة اشتكت من ألم في بطنها وعندما تم الكشف عليها في المستشفى تبين أنها مصابة بمرض الإيدز فقامت بترحيلها مباشرة إلى بلادها بعد سماع الزوج هذا الخبر حزن وانهار تماما وأصيب بحالة من التوتر حتى أن وزنه نقص عشرين كيلو جراما وتاب إلى الله وأخذ يقضي يومه كله في صلاة وصيام وتضرع إلى الله بالدعاء والدموع وبعد كل صلاة كان يحتضن أولاده والدموع تتساقط من عينيه لاعتقاده أن الموت اقترب منه كما ابتعد عن زوجته طيلة شهرين خوفا من أن ينقل إليه العدوى بعد أن تأكدت الزوجة من توبة زوجها ولجوئه إلى الله وعودته لحفظ القرآن والتبرع للمحتاجين ولأعمال الخير ذكرته بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا زن الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان ثم أخبرته بالقصة كاملة معلنة أنها اختلقت قصة مرض الخادمة بالإيدز بعدما تأكدت من خيانته لها وعندها اعترف الزوج بخطأه وطلب من زوجته أن تسامح واشترى لها منزلا جديدا وأثاثا فخما مؤكدا لها أنه لن يخونها أبدا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر